عندما يضرب الفساد جذور قطاع الصحة يتحول الدواء إلى داء والعقار المعالج إلى سم قاتل هذا ما جرى في العراق منذ عقد ونصف ويجري حاليا وبوتيرة متزايدة تزامنا مع غياب الرقابة الصحية وتحول بعض الصيدليات من مراكز لبيع أدوية الاستشفاء إلى محالة جارية تبيع الأدوية كأي سلعة أخرى ولو كانت منتهية الصلاحية نقابة الأطباء كشفت أن 80% من الأدوية الموجودة في الصيدليات والمذاخر العراقية غير خاضعة للفحص بسبب سوء إدارة المنافذ الحدودية وفسادها فضلا عن عدم وجود مصانع ومختبرات كافية لخضوع هذه الأدوية للفحص الأمر الذي أدى إلى إغراق السوق المحلية بأدوية غير مرخصة هذه الحقيقة تقر بها الهيئة العامة للجمارك حيث أعلنت ضبط عشرات الأطنان من الأدوية المخالفة والتالفة خلال عام 2018 وتفصل هيئة الجمارك أنها ضبطت أكثر من ثمانية آلاف صندوق أدوية طبية مختلفة وعشر آلاف علبة فارغة وسبعة عشر ألف شريط حبوبي وخمسة وخمسين ألف طن من الأدوية والمواد الطبية المختلفة التالفة مؤكدة أن أسباب تلف تلك الأدوية عائد لانتهاء صلاحيتها وسوء تخزينها أثناء الشحن جهات متنفذة لها أذرع سياسية وعسكرية تتولى التجارة بالأدوية المهربة والتالفة وإدخالها إلى السوق العراقية كما أن غياب الرقابة أو تغييبها من قبل المسؤولين بسبب الرشاوة التي يتقاضونها من باعة الأدوية أدى إلى شيوع مسألة الغش الدوائي حالة التسمم الدوائي أصبحت ظاهرة طبيعية في الشارع العراقي وفيات كثيرة ومضاعفات مرضية نتيجة الأدوية المغشوشة ذلك ملف يضاف إلى ملفات فساد قطاع الصحة بدءا من ترد المستشفيات وغياب المستلزمات الطبية وليس انتهاءا بالإساءة لشرف مهنة الطبابة